طالب سكان حي التسعين والخمسمائة مسكن ببلدية بن داود بن غليزان السلطات المحلية والولائية من أجل إيقاف عملية التفريغ العشوائي للنفايات والأتربة نطالب بصيفة مباشرة من المسؤولين الولائيين والمسؤولين المحليين على رأسهم السيد والي ولاية غليزان والسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي بإيقاف هذا التفريغ العشوائي لكل أنواع المقاذورات والأتربة إلى آخره إلى آخره زائد زائد أنه ينظفونا الموحيط المسؤولين بلد من البلدي بن داود ومننا هضرنا معهم من الرئيس البلدي هو تعندونا الخطرات والأرباحة كي هو تعندوه وتودي المسؤولين دمتونا به الناموس قال لي ما نستعرش بيك لانت ولا غيرك عندي قانون ننقيس بما ننقيس بما قال لي ما نستعرش في طب واحد قال لي دي جانتوما ما السكنة ما كنت سوينها كنت سكني في الغينان كيمة طوانب كنات هناك مسكني تحلبتو هذه اللي غاتني وذلك المشكلة على بوبال هذه هذه نعودها ونكررها لازم يعجلنا لقضية سخانة ورح حمانة في وقت ما يعني تحمان لازم يعجلون بها إن عملية تفريغ الأتربة وبقايا ومواد البناء جاءت بهدف ردمي المنطقة التي كانت مخصصة لاستخراج الرمال التي سيتم استغلالها مستقبلا كمساحة خضراء حسب ما صرح به المسؤول الأول على مستوى البلدية ويبقى سكان حي تسعين وخمسمائات مسكن ببلدية بن داود بغنزان بين حادر تعلوه أصوات الجرافات ومستقبل تغزوه وعد المسؤولين